انا فعلا بدعوك اليوم مرة اخرى انك ما تدمر حياتك من جوا في الداخل وتدمر شهادتك حتى اذا انت مسيحي ومش عم بتسامح وبتكره ومش عم بتغفر انت عم بتدمر شهادتك انت عم بتدمر حياتك الكتاب بقول لقلا يطلع اصل مرارة فيتنجس كل الجسد فالكراهية خطيه مدفون جوه مثل سم عم بيوكلك من جوه وانت عم بتتحول الى مرارة غضب مختزن في الداخل عم بتتفجر مثل البركان عم بيغلي جوه غليان غليان وفي احد الايام هذا البركان بووو سوف ينفجر وبتأذي حالك وبتأذي كل من حولك خلينا أقول لك شغلة بصراحة خدها يعني من الآخر الناس ما بتحب تكون مع أي شخص مليان غضب أو مليان كراهية المجتمع حتى بيلفظه الشخص اللي عنده الكراهية ما عندهش أي وسيلة تانية يقنع المجتمع إلا عن طريق القتل والدبح هذا هو عمل الشيطان فبيفقد الحجة بيفقد أي أسلوب اللي بيقدر يعني يعكس جمال الله محبة الله طبيعة الله فبيعكسها بالموت والقتل والدبح والكرهية والعنف اللي بتتبلور في حياة الإنسان بصلي من كل قلبي إنه فعلا اليوم إنه ربنا يتعامل معك